نيابة عن صاحب السمو الملاكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصل إلى مطار شرم الشيخ الدولي اليوم صاحب السمو الملاكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك ليرأس وفداء المملكة في الافتتاح الرسمي لجامعة الملك سلمان الدولية وكان في استقبال سموه وزير الشباب والرياض المصري الدكتور أشرف صبحي وسفر خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية من دوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامان قلي وعدد من المسؤولين المصريين وضم الوفد المرافق لسموه كل من وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان ونائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية الدكتور خالد الخضيري